طب بقولك ايه نص الساعة كده وهكون عندك ان شاء الله بقولك ايه يا اختي يلا عدال انت عالتليفون دل ونهار نعم يا هالة في حاجة ايوه يا اختي وبقولك ايه بلاش امور السهتانة بتاعتك دير وايوه يا هالة في حاجة ايوه يا اختي في حاجة طب قولي عوزة ايوه انا عملهولك هو انت مش هتنظفي جوه المطبخ ولا ايه اخوك الزمانه جاي وعايزي تغد ممكن بقى تقوم تنظفي المطبخ مش المفروض النهاردة المطبخ عليك انت والغذى عليك انت وانا كنت عاملك كلام دا مبارح وقلنا يوم ويوم انا وانت لما انا مش قادرة يا سبت النهاردة وتعباني وبعدين انت قاعدة وموجودة وصحتك كويسة وانت يعني عشان اتخلقتي مع جوزك وجلت تعودلي معنا هنا مش عايزة تعملي حاجة مين قالت لانا مش عايزة اعمل حاجة من عملتي معاك مبارح واتفقنا على كده قلنا يوم ويوم النهاردة يومك انت انا كنت لسه بكلم صاحبتي ونزد قابلها الوقت تحت لا بقولك ايه انا تعباني اجل المشوارج دا وبينزليه بكرة بقى حاضر حاضر يا هال اللي انت عاوزها ابي الله بسرعة بقى عشان اخوكي زمانه جاي هل عايزة تخرج قال بدل ما تقعد هي وتخدمني في البيت انا اللي اخدمها هي واخوها وبنتي ليه كان اشتروني ولا اشتروني والنبي لو وقعت في شرق اعمالك واخلي اخوكي هو اللي ترودك بره البيت وما حطلها الدهب بتاع اخوها اللي بيجيبه ويحوشه الالبوم وقل له الحق اختك سرقت الدهب بتاعنا ايوه بس كده ايوه يا عزة انا هديك الوقتي سهة عشان تسلم عليه اصلها بقالها كتير بتجيب سيرتك والله وبتقولي دوحشني ابن عمتي ده طب استنى هديهلك اه يا سهة يا سهة نعم نعم يا هالة خدي كليمي احمد ابن عمتك اعاوز اسلم عليك اه والله دوحشني قوي هتما اسلم عليك اه ازايك يا احمد عامل ايه وحشني والله واخبار عميته ايه اسلم لي عليها كتير قوي دوحشاني قوي والله اه الحمد لله وانت كمان يا حبيبي والله واخبار مراتك وعيالك ايه يا رب تكونوا بخير كلكم اسلم لي عليهم كتير ماشي يوصل ان شاء الله ابقى تعالى تعالى عد معنا شوية مع السلام مع السلام يلا ام اعمل منتاج بقى للفيديو ده عشان اسمع اخوكي اللي انا عاوزا يسمعه بالزبط اكلمتي يا سهة اه يا حبيبتي سلمت علي وسلمت علي عمتي كان وحشيني قوي والله اه ربنا يديم المعروف ويرجعك لجوزك اسكوتي يا شيخ يا دي كانت جوازة دي جنازة مجوزيني واحد قد ابويا ويقولولي قال ايه معه فلوس وهيعايشك عشرة مبسوطة ده كان بيبهدلني معلش يا حبيبتي كل واحد بياخد نصيبه اكيد بس نصيبه تلعواحش قوي ده باين اخوكي جيها اهو اما روح ابتح له اهلا ازايك يا ابراهيم اكويس انك جيت هاي يا هالة قابليني بنفس الموشح ونفس الكلام اللي انت بتقابليني بيه كل يوم اختي اختي عملتلك ايه النهاردة ششوف عشان انت دايما ظلمني ودايما بتدي نشرق حلوة كده دايما اختك اختك النهاردة قعدت تكلم واحد كده في التليفون وانا سجلتلك المكالمة عشان تعرف بس ان انا صدقة معك وبقولك على كل حاجة وقالين يا اختي اللي انت سجلتيه ده اسمع يا حبيبي اسمع بنفسك ازايك يا حبيبي وحشتني قوي اه عامل ايه ابقى تعالك تعال نتقابل برا ولا حاجة ونقعد سوا مع بعض وده مين سيزيفتي ده اللي هي بتكلمه والله علم علمك انت قدرى بقى بختك با انها نست نفسها ونست انها متجوزة ماشي يا سيزيفتي انها ادخل انا واتكلم معانا في حاجة تاني ممكن ادخل بقى وتعمل لي القما عشان عايز اكل والله كان نفسي حطي لك تاكل بس انست اقولك على المصيبة التقيلة هو لسه في مصيب تاني اختك مالهى اعرف الدهب اللي انت كنت بتحوشه وكل ما تجيب قرشة على قرشة تروح تجيب بيه حت الدهب وتعينها اللي انت حصلتها في العلبة دي اللي سواء بتاعتي للهدايا اللي في الدولاب بتاعك خلاصي ما انا عارف انا عامل ايه خلاصي انت لست تحكيني شكل العلبة ايه مش لقاياها في الدولاب وطبعا احنا ما معناش حد في البيت غريب اللي اختك هي اللي جات تعد معنا بقى لها اسبوعة اه اصدك ايه يعني اصدني مفيش غيرها يا حبيب اللي خدتها يعني مين اللي هياخدها مانا طول عمري قعدة معاك انا والبيت ولا عمرها ضعت ولا حاجة لعلبة العلبة فجأة كده الاسبوع ده تضيع مفيش حد غريب ده خلي اللي اختك حاضر انا هشوف الموضوع ده حسبك كده دليلتها سود ايوة بقى الشامل البقى والدهج زوني لم وقلها بالسلامة ومشي سيب البيت بقى خلينا نخلص في علي خدمتك يا اخوي انت وبنتك انا هاخدم اختك كمان ليه اي الشنطة دي شنطة مين الشنطتي انا يا اخوي اعاوز حاجة هتعرفي الوقت يا اختي هتعرفي ممكن افهم علبة الدهب دي بتعمل ايه في شنطتك انا فعلا ما اعرفش والله علبة الدهب دي ايه دي انا اقولك بقى العلبة دي عيل بيتي شقاية وتعبي اللي انت ختيه حططيه في الشنطة بتاعتك وسرقتيه ده ليه ليه بتعملي كده وليه ارفو امراتي فاشيتها كده بكل شوية تبطلي قاعدة وهي تعملك وتخدمك يعني ده اخرها يعني جزاءنا تسرقينه انت بتكلم مين كده انت بتكلم لنا امال بكلم نفسي وفي حد قدامي اللي انتي والله العظيمة ما دتي ده ولا خدت حاجة وبعدين من قال ان انا يا امراتك يا اللي بتخدمي انا اللي بعمل كل حاجة في البيت والله اه على اساس بقى ان امراتي كذبة وانت اللي سادة ده انا جاي وشايف بعيني اللي علبة مخرجة من شنطة بتاعتك اهو مش دي شنطتك برضو ايوة شنطتي ببس والله انا ما حطط فعل علبة ولا حاجة ده اكيد حد حطهالي اه العفريت جي حطهاليك يا اختي انا كنت بالكلمة من النهار الدعمة اطلاله يا حبيبي ووحشتيني وكلام كده غريبا مش فاهمه ده ابن عميتك يا ابراهيم احمد اه ابن عمتي اه طلاله بحبك ووحشتيني وكلام ملوش لازم اه يا اختي كل بقى لحلوة كمان والله العظيمة باجزب عليك دي الحقيقة وانا هاجزب عليك ليه يا اخوي وانت عارف ان انا بتاع الكلام من ده اصلا اقولك ايه انت عيشك معايا لحد كده انتهى بالسلامة بقى شفلك اي حتة ترجعي فيها اروح فين يا اخوي اوعد فيه وانت عارف ان انا مليش مكان تانا اروح جوزي لسه طردني من البيت اروح فين تاني بيت ام وابويا وانت بعت وخلاص اروح فين وعد فين بس مختك الكبير على قد حل وما ينفعش اعود معاها عشان جوزها موجود معاها ما يصحش والله انا مليش فيه طالما بقى مدتي ايدك وصرقتينة شكرا يا سيدي الله راح فين يا حبيبتي كده راح فين يا سوها ماشي وسايبهالك عشان ترتاح انا عارف ان انت السبب ورا كل الحاجات دي كلها وانت اللي حططيلي الدهر في الشنطة عشان عايز اتماشيني من عندك في البيت كنت عارفين يا سيدي انك معتش طيقان وانا كنت هغور في ستين دهي لكن تخلى اخوي اشك فيي ربنا ينتقم منك وربنا هيظهر الحقيقة طب بسلمي بقى على الحقيقة لما تظهر وقولانها عاملة اي حقيقة وما تبقش تقطع يا حبيبتي الجوابات بتطمينيني عليك يا صحابق انا عليك يموت اروح فين يا رب بس اروح فين وقوض عندي بي ماليش حد اروح له عالسلامة بقى يا حبيبتي عشان عايز اكري الباب وبفكري برا بقى وانت عالسلم تترجع عندي مين حاسبي الله ونعمل وكيل فيك يا شيخ حاسبي الله ونعمل وكيل فيك اتفضلي يا ماما اتفضلي ايه غارت يا بيت ومشت ايوة يا ماما غارت غارت في ستين دهي سمتهالك نجحت ازاي عشان انت بتدعي لامك ايوة يا ماما والبت فضى علي كده ما عادش فيه الا جوزي وبنتي حوضي بقى على الخطة اللي عليها الدار عشان تخليه يكتبلك الشقة باسمك حاضر هي دي فعلا اللي عليها الدار وهي دي اللي هتبقى الخطة الكبيرة قوي يا ماما ايوة وما تبقش تنسمك بقى ده مين الولى الوقت في نجده يا بيت ده معتز يا ماما ابن سالفتي وإيه اللي هو عندك يا اخت جاي يلعب مع بنتي قاعدين جوا في الوضع يلعبوا ساوي بس انا ملاحظ يا بيتي من مساعة ما جيت وقعدت وواقب كده سيبيس يبيد عاية طيب زي ما قلتلك تدخل على الخطة اللي عليها الدار وتخليه يكتبلك الشقة باسمك اه ام الله وحصل اي مشكلة تطلع من المولد بلا حمص حاضر حاضر يا ماما اهلا ازايك يا ستة كل ازايك يا حماتي ازايك يا ابني اصبارك ايه كويس اني شفتك والله قبل منزل لا تنزلي فين بقى انت تعطي تغدي معنا النهارده معلش يا ابني عشان حماك بقى قاعد في البيت لوحده لازم اروح له اه عشان خطر حماية مش قدر اتكلم ماشي يا حماك بس المرة جاي بقى تعطي تغدي معنا ماشي يا حبيب ان شاء الله قام ديلا على السلامة يا حبيبي الله سلمك حبيبتي انا ميت مجوعي زبك معلش والله يا حبيبي اصلا قاعدت مع ماما والقاعدة خدتني وما طبختش حاجة يوه هو انا كل يوم اقولك طبخت ايه وما طبختش وما طبختش ووافق ايه يا كانت اختي اللي بتبخ ولا اوه انا مش واخد بالي ايه اخسى لك يا حبيبي كنت قدم يا ماما بس وقلت لك انا اسف ايه اطلب اي اكل جاهز وخلاص ونتغدى سوي عمو عمو انا عاوزك في حاجة حاضر حاضر يا حبيب ايجي لك اوه روح يا اخوي اشوف ابن اخوك عاوز ايه بابا بص يا عمو على الموبايل واسمعوا كده ايه يا ماما غالب في ستين ده يا ست سوها دي ده كانت ألفاني في عيشتي وقفالت زي العظمى كده في الزور يعني خدت امك نجحت اهيه وعريبت اطف شهم البيت انا سجلته لك يا عمو عشان تسمع عشان بصراحة كانت طنط سوها طيب واحسن من طنط هال ماشي يا هال بقى انت خلتيني اطف شخطة ومشيها من البيت بسببك انت امك ماشي قلو عايزة اكتب لك الشقة باسمك كمان اما وريتك ما بقى شان ماشي يا حبيبي شكرا وعامتا انا اخلي طنط سوعة ترجع تاني تقعد معانا اه يا ريت يا عمو كانت بتلعب معايا كتير ماشي يا حبيبي روح لعب انت بقى حاضر يا عمو حاضر انت يا زفتة لاسمك هال ايه بتزعوا بتاع الى الشقة كنت تشترنه قدام الولاء ابن اخوك ليه كده وانت بسه شفت الشتايم بقى انت بقى انت يا زبال انت وامك تخلينا ماشي اختي من البيت وانت اللي حطرها لحاجة في الشمطة مين قالك الكلام ده قصة ما حصلتش انا سمعت كل حاجة يا اخت بودان الولاء اللي مش عجبك ده هو اللي سمعهوله كان بيسجلك انت وامك اخصى عليك يا حبيبي وانت برضه مصدقه بقولك انا سمع بودان الصوت وقصة امك ما هو بصراحة بقى يا حبيبي المفروض ان هيك هتروح تقعد في بيت جزء اه كبير بقى والله صغير احنا ملن انا ازام بايه عشيل همها يعني يعني انت اختك لو كانت جات لك هنا البيت ولا راحت لامك امك هتتطردها برا البيت وتقول لها لا ما تعودش معايا يا حبيبي عديك بتقول امها انا مش ام اختك انا ما لان اشيل همها ليه انا كفية علي انت وبنتك يا سلام يعني انت كنت عايزين اطردوختي من البيت يوم ما تيجز علينا من الجزء تقعد فين هي ان شاء الله ما انت عارفة ملهاش بيت وخلتيني رامتها وطردتها برا البيت وهي ملهاش ما كانت راح فيه والله اعلم دلوقتي قاعدة عندي مين ولا قاعدة بتعمل ايه حاسبي الله ونعمل وكيل فيك يا شيخ حاسبي الله ونعمل وكيل اخلاص يا حبيبي اتهت ولا انا انا بعترفين لغلطان وندور على اختك ونصالحها ونجيبها تقعد معنا يا سيدي عشان خاطرة وانا معتش اعمل كده تاني لا بس انا معتش عايزك اصلا خلاص في حياتي طب وبنتنا زنبها ايه حبيب الزنبها ايه تتربى من غير ام واب ام وانفصلين عن بعض وانت يا اختي معتش الكلام دل نفسك ليه وانت بتعمل لي مصايبك دينت وامك انا بعترف لك والله ان انا غلطانا معتش اعمل كده تاني ودي اخر مرة انا لو سمحتك هسامحك مخصوص عشان خاطر بنتك لكن اذا كان عليك ما تستهليش ما تستهليش الواحد يبصه في وشك اصلا اعديني بقى اما اروح ادور على اختك واشوفها قاعدة عندي مين واجيبها تاني طب استنى اجي معاك تخلي بالك انت بس من بنتك وربها كويس وما تربهاش على الغل والقره اللي جوه قلبك ده